اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلمة الثانية معنا هي كلمة سكوير وان سكوير وان دي معناها نقطة الصفر أو نقطة البداية لو حد مثلا نفشل في حاجة معينة فأنا بقول له بدل ما أقول له بقى سكوير وان دي ممكن أقول له ممكن أقول له لو أنت تذهب إلى المربع الأول المربع الأول هنا دي كناية عن نقطة البداية كلمة رقم ثلاثة معنا هي كلمة بنسمعها كثير جدا في الأفلام والمسلسلات الأمريكي كلمة فاكين ودايما بنفتكلا أن هي كلمة عيب أو كلمة سيئة ولكن فاكين بالامريكان سلايم يا جماعة بيبقى معناها لو قلت مثلا this is فاكين جود يعني دي حاجة جمدة أوي أو حاجة جميلة جدا فهم دايما بيستخدموها كده وساعات بنلاقيهم بيقولوا اللي هو يعني shit اللي هي تبا ولكن بتبقى بلغة يعني لغة شوارع شوية في أمريكا فالكلمة دي معناها زي ما قلنا جدا زي very طيب كلمة رقم أربعة هي كلمة كاب سومون دي معناها أنه يضرب على حد نور تمام؟ يعني ممكن نقول البوليس كابتهم هو البوليس ضرب عليه نور اللي هي زي shoot someone to shoot someone equal to cap someone طيب الكلمة رقم خمسة والأخيرة معنا النهاردة هي في الحقيقة مش كلمة هي phrase اللي هي are you shitting me اللي هو انت زي ما نقول لحد مثلا ايه هي هي نفس المعنى اللي هي تبا معناها انت بتهزر انت هتهزر معايا يعني او انت بتستقل بيا are you shitting me are you kidding me تمام؟ اللي اثنين بنفس المعنى طيب بكده نكون خلصنا episode number 5 من American Slang اتمنى تكون الحلقة النهاردة استفدتم منها وزي ما وعدناكو ان دي الاستكمال خاص بسلسلة Breaking Bad او مسلسل Breaking Bad الأمريكي الشهير فاللي مش متابعنا ياريت يتدي يتابع البلاي لست والمرة الجاية ان شاء الله برضو مكملين thank you so much for listening and watching this video today and see you next Wednesday bye bye موسيقى